اشتركوا في القناة ناقص 5 زائد 5 أصغر من أو تساوي 3 زائد 5 وهذا يعني أن x زائد 0 أصغر من أو تساوي 8 أي أن x أصغر من أو تساوي 8 ناخد المستقيم المدرج ونمثل عليه العدد 8 كما هو ممثل وبما أن العدد 8 هو ضمن الحلول إذن جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو تساوي 8 حلول لهذه المتراجحة لنأخذ المتراجحة الثانية 2x أكبر من أو تساوي 7 عدنا معامل المجهول x هو العدد 2 وهو عدد موجب وبالتالي كان قسمه طرفين متراجحة على العدد 2 بدون تغيير المتفاوتة فتصبح المتراجحة على الشكل التالي 2x على 2 أكبر من أو تساوي 7 على 2 أي أن x أكبر من أو تساوي 7 على 2 وكان ناخد المستقيم المدرج وكان متلوع له العدد 7 على 2 و7 على 2 هو ضمن الحلول ديل هاد المتراجحة إذن جموعة حلول هاد المتراجحة هي جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 7 على 2 عدنا المتراجحة التالية ناقص 3x زائد 1 أصغر قطعا من 1 على 2 فهاد المتراجحة تخلص أولا من العدد الموجود مع المجهول في الطرف الأيسر وهو العدد 1 وذلك بإضافة مقابل جرهة العدد إلى طرفين متراجحة فتصبح المتراجحة على الشكل التالي ناقص 3x زائد 1 زائد بين قوسين ناقص 1 أصغر قطعا من 1 على 2 زائد بين قوسين ناقص 1 أي أن ناقص 3x أصغر قطعا من ناقص 1 على 2 ثم تخلصه من معامل المجهول أي العدد ناقص 3 وذلك بدربه في المقلوب لكن مع تغيير المتفاوتة لأن ناقص 3 بتبعت الحال هو عدد سالم فتصبح المتفاوتة على الشكل التالي ناقص 3x على ناقص 3 أكبر قطعا من ناقص 1 على 2 على ناقص 3 أي أن x أكبر قطعا من 1 على 6 ناخد المستقيم المدرج ونمثله عليه العدد 1 على 6 وبما أن العدد 1 على 6 هو ليس ضمن الحلول فنحصل على مجموعة حلول هاد المتراجحة هي جميع الأعداد الأكبر قطعا من العدد 1 على 6 ناخد المتراجحة التالية 2 على 7x ناقص 5 على 3 أكبر قطعا من 4 على 3 فهذه المتراجحة أولا تخلص من العدد ناقص 5 على 3 الموجود مع المجهول في طرف الأيسر للمتراجحة وذلك بتحوله إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة كالقون نتيجة التالية 2 على 7x أكبر قطعا من 4 على 3 زائد 5 على 3 وبما أن 4 على 3 زائد 5 على 3 تساوي 9 على 3 أي العدد 3 إذن المتراجحة تصبح على الشكل الآتي 2 على 7x أكبر قطعا من العدد 3 ثم نضرب المتراجحة في مقلوب معامل عدد x واللي هو العدد 7 على 2 بدون تغيير المتفاوتة لأن معامل مجهول وعدد موجب فكلقون نتيجة التالية 7 على 2 في 2 على 7x أكبر قطعا من العدد 7 على 2 في 3 وهذا يعني أن x أكبر قطعا من 21 على 2 لأن جداء العدد في مقلوبه كيساوي عدد 1 ناخد المستقيم المدرج والمطلوع له العدد 21 على 2 وبما أن 21 على 2 هو ليس ضمن حلول المتراجحة وبالتالي في مجموعة حلول هذه المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر قطعا من العدد 21 على 2 لنحو المتراجحة جدر 6x زايد 1 أصغر من أو تساوي ناقص 2x زايد 1 إلى 3 فهذا المتراجحة أولاً كان نج pikeهو المجهول في طرف والمعلوم في طرف الآخر للمتراجحة عن طريق تحويل مع تغيير إشارة المتفاوتة فتصبح المتراجحة على شكل تالي ناق جدر 6x زايد 2x زايد 1 أصغر من أو تساوي 1 إلى 3 يعني أن النقج جدر 6x زايد 2x أصغر من أو تساوي 1 إلى 3 ناقص 1 وبعد تعمل طرف الأيسر وحساب طرف الأيمن كالقون نتيجة التالية 2 نقج جدر 6 عامل لـ x أصغر من أو تساوي نقص 2 على 3 والآن نشوفوا شنو هي إشارة معامل مجهول أي 2 نقج جدر 6 عندنا 6 أكبر قطعا من العدد 4 وبالتالي جدر 6 أكبر قطعا من العدد جدر 4 أي أن جدر 6 أكبر قطعا من العدد إينان وبالتالي 2 نقج جدر 6 أصغر قطعا من العدد 0 نقسم طرفين متفاوتة على هذا العدد مع تغيير المتفاوتة كالقون نتيجة التالية 2 نقج جدر 6 على 2 نقج جدر 6 أكبر من أو تساوي نقص 2 على 3 الكل على 2 نقج جدر 6 أي أن x أكبر من أو تساوي نقص 2 على 3 عامل لـ 2 نقج جدر 6 وبما أن مقام العدد المعلوم يحتوي على عدد لا جدري إذن خسنا ندخلص من هذا العدد وذلك بضرب البسط والمقام في المرافق دير العدد 2 نقج جدر 6 اللي هو العدد 2 زي جدر 6 كالقون نتيجة التالية x أكبر من أو تساوي نقص 2 عامل لـ 2 زي جدر 6 الكل على 3 عامل لـ 2 نقج جدر 6 عامل لـ 2 زي جدر 6 وهذا كيعني أن x أكبر من أو تساوي نقص 2 عامل لـ 2 زي جدر 6 الكل على 3 عامل لـ 4 نقج جدر 6 وبعد الاختزال غالقون نتيجة التالية أن x أكبر من أو تساوي 2 زي جدر 6 الكل على 3 ناخد العدد 2 زي جدر 6 على 3 ونمطلوه على المستقيم المدرش وبما أن العدد 2 زي جدر 6 الكل على 3 هو ضمن الحلول فإن جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي العدد 2 زي جدر 6 على 3 هي حلول لهذه المتراجحة لنحل المتراجحة التالية x-3 على 3 ناقص 1 ناقص x على 4 أكبر من أو تساوي x زي 1 على 6 فهذه المتراجحة عندنا المقامات غير موحدة إذن أولاً غد نوحد المقامات عندنا 12 هو المقام الموحد للأعداد 3 و 4 و 6 وبالتالي المتراجحة تصبح على الشكل التالي 4 عامل x-3 على 12 ناقص 3 عامل 1 ناقص x على 12 أكبر من أو تساوي 2 عامل x زي 1 على 12 ثم نضرب العدد 12 في طرفي المتفاوتة للتخلص من المقام غلقوا نتيجة تالية 4 عامل x-3 ناقص 3 عامل 1 ناقص x أكبر من أو تساوي 2 عامل x زي 1 وبعد عملية 12 نحصل على ما يلي 4x-12 ناقص 3 زي 3x أكبر من أو تساوي 2x زي 2 وبعد عملية تحويل المعلوم إلى طرف والمجهول إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة تصبح المتراجحة على الشكل التالي 4x زي 3x ناقص 2x أكبر من أو تساوي 12 زي 3 زي 2 أي 5x أكبر من أو تساوي 17 وبما أن العدد 5 عدد موجب نقسم طرفي المتراجحة على العدد 5 بدون تغيير المتفاوتة وغلقوا نتيجة تالية أن 5x على 5 أكبر من أو تساوي 17 أي أن x أكبر من أو تساوي 17 على 5 ناخد المستقيم المدرج ونمثله عليه العدد 17 على 5 وبما أن العدد 17 على 5 هو ضمن حلول المتراجحة وبالتالي فجميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي العدد 17 على 5 حلول لهذه المتراجحة لنحو المتراجحة 2 عمل x-2 أصغر قطعا من 2x-5 كنشر طرف الأيسار لهذه المتراجحة كالقون نتيجة تالية 2x-4 أصغر قطعا من 2x-5 ثم نجمع المجهول في طرف والمعنوم في طرف الآخر عن طريق عملية تحويل مع تغيير الإشارة كالقون نتيجة تالية 2x-2x أصغر قطعا من 4-5 وهذا يعني أن 0x أصغر قطعا من ناقص 1 أي أن 0 أصغر قطعا من ناقص 1 وهذا غير ممكن إذا المتراجحة لا تقبلوا أي حل لنحو المتراجحة التالية ناقص جدر 7 عمل x-3 أصغر من أو تساوي جدر 7 ناقص جدر 7x كنشر أولا الطرف الأيسار المتراجحة كالقون نتيجة تالية ناقص جدر 7x-3 جدر 7 أصغر من أو تساوي جدر 7 ناقص جدر 7x وهذا يعني أن 0x أصغر من أو تساوي 14 جدر 7 وهذا يعني أن جميع الأعداد الحقيقية تحقق هذه المتراجحة وبالتالي مجموعة حلولات المتراجحة هي جميع الأعداد الحقيقية